على تلة جنوب شرق قرية عيندار التي تتميز بمنازلها الحجرية تربع معبد يحمل اسم القرية يعود تاريخ بنائه إلى الحقبة الأرمية ولطالما اشتهر بضمه أسودا بازلتية ضخمة ولوحات حجرية عليها منحوتات وفق خبراء أثار سوريين إلا أن هذا الموقع القريب من مدينة عفرين والبعيد نسبيا عن نقاط المعارك التي تشنها القوات التركية وحلفائها من الفصائل السورية المعارضة ضد المقاتلين الأكراد تعرض الجمعاء لقصف اتهم قياد يون أكراد والمرصد السوري لحقوق الإنسان ودمشق تركيا بشنه الأمر الذي تنفيه أنقرة في مقر هيئة الأثار التابعة للإدارة الذاتية الكردية في مدينة عفرين يقدر خبير الأثار صلاح الدين سينو تضرر المواقع بنسبة تتراوح بين 40 و50% بعد الكشف الأول عليها تركز القصف على المعبد الأثري الهام جدا فيما يخص آثار الشرق الأدنى القديم بشكل عام وآثار شمال سوريا بشكل خاص ويروي أحد سكان قرية عين دارة أحمد صالح رجل في السبعينات من العمر وهو يقف أمام منزله المواجه للموقع الأثري لحظة استهدافه اهتززنا بقوة من شدة القصف وبعدها بدأ الدخان يتصاعد من التلة كنت جالسا هنا منذ اندلاع النزاع في العام 2011 لم تسلم المواقع الأثري التي تعرف بها سوريا وتعود لحقوبات تاريخية متنوعة من الدمار والتخريب حينا والنهب والسرقة حينا آخر ترجمة نانسي قنقر